خبر هام يخص المستفيدين والمقصيين من منحة البطالة السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد وزير العمل يصرح في لقائه الأخير عن منحة البطالة والتطورات الجديدة فيها لنستمع هذا التقرير الجديد قال أو صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه تم إلى غاية اليوم صب مليون وثمانمائة وتسعة وتلاتون ألف منحة تخص البطالة في الحسابات الباردية للمعنيين وجاءت سريح الوزير العمل أمس في جلسة علنية بالمجلس الشعب الوطني خصصات له للأسئلة الشفوية وكانت الوكالة الوطنية للتشغيل قد أصدرت سابقا بيانا فندت فيه كافة المعلومات المتعلقة برفع مبلغ منحة البطالة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كما حدرت لانام من استيقاء المعلومات الخاصة بمنحة البطالة أو مستجدات الوكالة الوطنية لتشغيل عفوا من غير المصادر الرسمية والمتمثلة في الموقع الإلكتروني التالي www.anam.dezel والصفحة الرسمية فيسبوك الموثقة وعليه ننوه جميع المستفيدين من منحة البطالة وأيضا المقصيين من منحة البطالة أن أي شخص يريد الاستفسار عن المنحة أو الدخول إلى رابط منحة البطالة فهذا الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية على فيسبوك هي الصفحة الموثقة الخاصة بالوكالة الوطنية لتشغيل لانام وغير ذلك فهي مجرد إشاعات وأقاويل كاذبة تسمعونها من مواقع زائفة كان هذا آخر مستجدات لنهار اليوم شكرا